تمكنت استخبارات الحجد الشعبي وبناء على معلومات دقيقة من اعتقال ناقل عناصر داعش الارهابي في قضاء الطرمية شمالي بغداد مبينة عن القوة التي كلفت بالواجب ضبطت أسلحة وعتادا كان يخفيها قرب داره وأشار بيان لإعلام الحجد لأن الواجب تم بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي في المنطقة من جهتها أعلنت شرطة الأنبار القبض على اثنين من المشاركين والمخططين بتفجير السيارة المفخقة أمام آميرية أفواج الطوارئ